الشرح الميسر لكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة ما زلنا مع كتابنا الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز وما زلنا في كتاب الطهارة ووصلنا إلى باب الآنية هناك نطيفة أيها الإخوة ذكرها المؤلف وحفظه الله وهي ما علاقة باب الآنية بآداب الخلاء لأن باب الآنية إخواني جاء بعد آداب الخلاء وقبل كتاب الطهارة كتاب باب الوضوء باب الآنية جاء بعد آداب الخلاء وقبل آداب الوضوء قال ما علاقة هذا بذاك فقال المؤلف وحفظه الله أنه من أراد أن يدخل الخلاء لابد من آداب يأخذ بها الماء ويستنجي بها فجاء باب الآنية هنا حتى ينبه على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة قد يستغرب البعض هذا الكلام لكن وصلنا إليه أيها الإخوة فهناك من الناس من يتخذ صنابير من ذهب وفضة هناك من الناس الأسرياء الذين أغناهم الله عز وجل فما رعوا هذه النعمة حق لعايتها فأصبحت الحمامات مطلية بالذهب الحنفيات عندهم من ذهب خالص فجاء هذا الباب سبحان الله حتى يحذر الناس من استعمال الذهب والفضة في غير ما جعلها الله عز وجل لهما في هذه الدنيا الله عز وجل جعل هذه المعادن حتى تكون متداولة بين أيدي الناس وحتى يسير الناس أمور معاشهم لأن يكنز هذا المعدن الثمين ويصبح عبارة عن إناء يستعمل للأكل والشرب يقول المؤلف حفظه الله ويجوز استعمال الأواني كلها إلا آنية الذهب والفضة قال فإنه يحرم الأكل والشرب فيه ما خاصة دون سائر الاستعمال إخواني هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا فالجمهور على أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة واتخاذ هذه الأواني سواء للزينة أو للطيب أو للكحل قالوا هذا كله محرم هذا كله محرم هنا المؤلف وحفظه الله يرجح قول من قال من أهل العلم وهو إمام الشوكان والصنعان والظاهرية إلى أنه يحرم فقط استعمال أواني الذهب والفضة للأكل والشرب أم مسار الاستعمال فلا مانع منه وهذا القول الإخواني الذي ذهب إليه المؤلف وحفظه الله مخالف لقول الجمهور مخالف لقول الجمهور وهنا نقلت قولا للإمام ابن حجر رحمه الله يقول في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب قال ويرحق بهما ما في معناهما مثل التطيب أو التكحل وسائل وجوه الاستعمالات وبهذا قال الجمهور وبهذا قال الجمهور نعم قال عن حذيفة رضي الله عنه وهذا هو الحديث الذي عناه الإمام ابن حجر رحمه الله يقول عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة نعم أيها الإخوة الحرير والديباج والذهب يلبسها أهل الكفر في الدنيا ومن تشبه بهم والعياذ بالله فإنها لهم في الدنيا استعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا أما في الآخرة فهي لأهل الإيمان بإذن الله عز وجل قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله اسمعوا أيها الإخوة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نسأل الله عافية والسلامة والحديث المتفق عليه ولمسلم قال ذكر الإمام مسلم في صحيحه عليه رحمة الله قال إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ذكر الأكل والشرب وقال رحمه الله إمام مسلم وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر وهو علي بن مسهر إخواني الذين رووا هذا الحديث خمسة من أهل العلم وهم الليث بن سعد وأيوب السختياني وعبيدا لله العماري وموسى بن عقبة وعبد الرحمن بن السراج كلهم رووا الحديث عن نافع دون ذكر الأكل والذهب فيقول الشيخ ألباني رحمه الله هذه الزيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة في المعنى إن كان معنىها صحيح من حيث الدراية قال لأن الأكل والذهب أعظم وأخطر من الشرب والفضة كما هو ظاهر فمسألة الأكل أعظم من مسألة الشرب والمسألة أيها الإخوة كما قلت لكم اختلف فيها أهل العلم هل الأكل والشرب خاص بالتحريم بأعنية الذهب والفضة فالظاهرية والإمام الشوكاني والصنعاني قالوا نعم فقط الذي يحرم الأكل والشرب خاصة أما الجمهور فعلى التحريم مطلقا سواء كان أكل أو شرب أو تطيب أو لاتخاذه للزينة فهو حرام وهذا الذي تميل إليه النفس والله أعلم لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يخرج من الشبهات ما استطاع وقبل أن أختم هذا الباب بارك الله فيكم لننتقل إلى باب الوضوء أنصحوا الشباب المسلم أنصحوا الشباب المسلم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم فهناك من الشباب الآمن يلبسوا خواتم الذهب والعياذ بالله هذا حرام أيها الإخوة هذا حرام أيها الإخوة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الذهب بيد والحرير بيد وقال هذاني حرامان على ذكور أمتي حلا لنسائها فاتقوا الله في أنفسكم وكلنا يعلموا أيها الإخوة أدرجة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا يعمد أحدكم إلى جملة من نار فيجعلها في يده فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك وبيعه وانتفع به فقال والله لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا أيها الإخوة مع أنه يوز له أن ينتفع بهذا الخاتم لكن قال لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في أنفسكم لا يقول قال إخواني والله هذا خاتم أخذت من والدتي ذكرى أو أخذت من جدتي ذكرى أو من والدي ذكرى لا أيها الإخوة أو يقول لكم والله هذا هدية لا أيها الإخوة لا نقبل هدية حرمها الله عز وجل ولا نجعل في أيدينا ذكرى يعذب صاحبها في نار جهنم لو أن والدتك أهدتك خاتما من ذهب ولبست هذا الخاتم ففي صحيفة والدتك إلى يوم القيامة فاتق الله في نفسك أخي الحبيب اتق الله عز وجل التزموا بأمر الله عز وجل إخواني سنبدأ بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم مع باب الوضوء وبعدها باب الصلاة ونتكلم عن أخطاء المصلين والمسلمين عموما في مسأة الوضوء والصلاة بعد أن نذكر الأحكام المشروعة من عند الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين